28-12-2012 ثلاثة ايام ونخش سنة جديدة ان شاء الله 2013 يا رب سنة 2013 تكون احسن من 2012 على مصر وعلى شعب مصر كل سنة وحضراتكو طيبين مسيحيين واقباط مصر Happy New Year وHappy Christmas وHappy كل سعادة لكم يا رب واسمحوا لي ان اقول لمخرجنا ريمون مخرج العمل النهاردة او برنامج النهاردة كل سنة وحضرتك طيب وانا عارف ان هو العيد الميلاد المجيد بيبقى يوم 7 يناير اقباط مصر لكن برضو نفضل يا رب دايما يبقى ايامنا كلها فرح وكلها اعياد ليه لا؟ معايا ضيفي واللي مشرفني في الستوديو واللي بقوله برضو كل سنة وحضرتك طيب الكاتب الصحفي روبير الفارس صباح الخير يفن صباح الخير كل سنة وحضرتك شكرا لكم بخير يفن شكرا معانا النهاردة عشر اخبار متنوعة من عدة صحف متنوعة برضو الاخبار صفحة اربعة قانون الانتخابات على مائدة الحوار الوطني الشروق صفحة تلاتة لجنة تقصي الحقاق اسماء المتورطين في موقعات الجمل ستكون مفاجأة كبرى الاخبار صفحة تلاتة وخمسة مشاورات سرية بين مرسي وقنديل للتعديل الوزاري الشروق صفحة اولى الزند يطيب خاطر النائب العام جئناك لتصفية النفوس ولا نسعى للنيل منك الشروق صفحة تلاتة دموع امهات شهداء مجلس الوزراء تنهمر في ذكرى الاحداث الاخبار صفحة تمانية الدبابات انسحبت من محيط الاتحادية والخيام باقية وهدوء في التحرير الشروق صفحة اولى اخلاء سبيل الشريف في قضية الكذب واستمرار حبسه في الاموال العامة الشروق صفحة تلاتة نقل مبارك الى مستشفى المعادي لتلقي العلاج بعد تدهور حالاته الصحية الاهرام صفحة اولى وزارة الكهرباء انتظروا شتاء مظلما وصيفا اسود الاهرام صفحة اولى تراجع قياس الجنية وبدء سريان قرار العشر تلاف دولار ساذ روبير جديدة الاخبار بتقول في صفحة 4 قانون انتخابات على مئدة الحوار الوطني الحوار الوطني بيصير عدد من التساؤلات يعني كان ليه شكل معين قبل تعينات الشهورة انه هو بيتحوروا علشان يعينوا مجموعة من الاعضاء في مجلس الشهورة طب تم التعيين وعندنا دلوقتي مجلس منتخب صحيح منتخب بسبعة في المية ومعين في تسعين وفي ناس استقالت تاني مبارح منهم الاستاذة نادية هنري استقالت قبل الجلسة الافتتاحية لكن عندنا مجلس موجود ايه لازمت الحوار على هذا النطاق الديق اذا كان عندنا مجلس جزء منه منتخب وجزء منه معين ليه ما يكونش الحوار مجتمعي هنا خاصة قانون الانتخابات اللي جاي ده يعني مجلس الشعب اللي جاي هو اللي هيشكل لنا او هيكمل القوانين اللي اشار اليها الدستور ولم توضع بعد فانا شايف ان الحوار الوطني يعني انتهى دوره ولم يؤدي الى شيء وكمان الناس اللي بتحاور كلهم من نفس الطيار يعني هو اضاف للجلسة الجديدة المعينين في الشهورة واللي تم تعينهم هم المرضي عنهم فانت بتخاطب نفسك فين الجابهة الانقاذ فين الطيار الشعبي فين الناس اللي لازم تجري معاها حوار علشان تطلع بشكل جديد الناس تحس بنتيجته نعم فانا مش شايف انه لي هل قانون الانتخابات اللي هو على المائدة الحوار الوطني دلوقتي ده هو المفروض اللي هو حيفعل او هوردي حينستخدمه في الانتخابات القادمة لمجلس الشعب لما يعتمدوا مجلس الشورى لانه هم دلوقتي في يعني حاجة فريدة في التاريخ لأسانة مرة اجتمعت احد المسؤولين في راديو مصر كان بيتكلم على انه قانون الانتخابات اللي هنخش بيها مجلس الشعب حاليا هتبقى هي هي زي ما هي مش يعني القوانين الانتخابات دي اللي بيتكلموا عنها هتفعل من الدورة اللي بعديها لا هو ده المعلومة دي خطأ لا طبعا خطأ لانه هو ده ليه بيدرسوه دلوقتي بصرعة ما هو حتى فيه في نفس الصفحة رئاسة الجمهورية مادي مهل التلقي مقترحات قانون الانتخابات حتى السبت القادم يعني بكرة او الاسبوع الجاي فانت عندك لا ده ده اللي هيتبني عليه انتخابات مجلس الشعب لان الشورى دلوقتي واخد حاجة غريبة جدا ان هو بيشرع لنا علشان الخالل اللي حصل لاننا ماشينا غلط من الاول ما كانش عندنا دستور من الاول فباقي مجلس الشورى هو اللي بيشرع على عكس دستور 71 اللي تم الانتخاب عليه الشورك صفحة 3 لجنة تقصي الحقائق اسماء المتورطين في موقعة الجمل ستكون مفاجأة كبرى يعني هي مفاجأة بابا نويل انا مش قدر افهمها موقعة الجمل دي لها قد ايه داخلين على سنة ونص يعني ايه مفاجأة كبرى انا قصدي انه مفاجأة كبرى عن قبل كده عن قبل كده انت بكلم على حدث فيه دم فيه شهداء ما بكلمش عن مفاجأة ان انا هفجر مفاجأة ما تعلن اسماء الناس ليهم سنة ونص كل شوية اللجنة تقصي الحقائق اسماء المتورطين هتكون مفاجأة اسماء المتورطين هتكون مفاجأة يا سيدة عرفنا مين المتورطين يعني اكشف النقاب عن ده لان لينا سنة ونص في ظل شعاعات وما فيش شفافية وما فيش معلومات وناس بتتهم بعضها ما نعرفش يعني ما ده صدق الاتهمات فمش محتاجة انها تكون مفاجأة بادام انت عرفتهم وادركت ان هم هيمثلوا مفاجأة المفروض الخبر كان انك تعليلني اسماء الناس دوله مين لانه هو الرأي العام كله مش طاق لمفاجأتك دي فبلاش تشويق احنا مش في فيلم اصارة احنا في مقصير هو لجنة تقصي الحقائق بتبقى مكونة من مين بالزبط صدق انا معرفش التشكيل يعني هو مش معلن تشكيل الاسماء احنا عارفين ان فيه لجان اي حدث عندنا بتشكله لجانة بيبقى فيه مثلا وكلاء نيابة بيبقى فيه مفترض ان فيه مستشاريين وكلاء نيابة وفيه محاميين لكن هو انت يعني بيقولك كونا لجنة ومن كتر اللجان بقى صعب انك تعرف مين اللي في كل لجنة يعني احنا كل حادثة عندنا لها لجان من اول تفجير كنيستة تدسين ومن قبلها من غرق العبارة وحادثة القطو كل حاجة بيكونوا لها لجنة لكن بنوصل لحاجة من اللجان دي ففيه تداخل في اللجان طيب الاخبار صفحة 3 أو 5 مشاورات سرية بين مرسي وقنديل للتعديل الوزاري طبعا سرية لان احنا لو بنعرف ليه بيانتخبوا فلان بيختاروا وزير ولا ليه بيمشوه كأنه امر لا يخص الناس فحتى هتلاقي في الفترة الاخيرة الوزاراء دول محدش يعرفهم حتى بالاسم يعني زمان كنا بنعرف من طول المدة طب سر بير اكيد لما تعين حد ومسلا ما بيقومش بالمهام المطلوبة منه فبيغيروا يعني ليه السؤال ده ليه السؤال لان حضرتك بنان على ايه اللي هيتم تغييرهم هم دولة المالية والاتصالات والنقل ماشي قولي حيثيات دولة ما عملوش شغلهم مش ممكن يكونوا عليهم أخطاء ويستحقوا من محاكمة جنائية يعني ليه انك بتنشي ناس وتجيب ناس اللي تختاروا ايه حيثيات اختياروا عمرها ما حصلت يعني اللوقت انت خلاص بكرة فيه باعتبار انه ده برمان جديد لحق التشريع بعد دستور جديد لازم الحكومة كلها تتغير من اول رئيس الوزر ما حصلش وطاب الرئيس اول مبارح اكد فيه ان هو اكلف الدكتور رشام قمديل يبقى رشام قمديل باقي طيب باقي الناس هيتغيروا بنائنا على ايه ويه الناس اللي انت محتاجهم يعني انا في ظاني كمواطن احنا محتاجين حد اقتصادي ينقذنا من الهوة اللي احنا فيها يكون له رؤية واضحة ويكون واضح للناس عارفين انه ده اقتصادي جاي في عملية انقاذ سريعة وفيه نقطة تانية مهمة دلوقتي مثلا وزير الماء لمستقيل فوزير الاسكان بيقوم بدوره اذا كان عندي انا قدرة ان شخص واحد يقوم بوزارتين ليه اعين جيش من الوزراء وليه مدمجش وزارات بحيث يبقى فكرة اننا الوزير ده هو تقنقرار بيمشي يصير العمل ولا منصب سياسي يعني دلوقتي في ظروف اقتصادية صعبة والدولة بتعيني طب اختصر شوية في عدد الوزراء واجمج وزارات مع بعض واهتم بالوزراء اللي لها دور اقتصادي بالاساس زي وزارة السياحة يعني الاخبار متضربة جدا والناس في قلق ويمكن سعر الجنين اللي بيهبط وكده دليل على يعني مفيش نتعاش في السياحة واحنا في قمة السيزون دلوقتي وفي شكاوي احنا يعني اذا كنا متفقين على حاجة كلنا ايا كانت طيارات يمين وشمال احزاب يمين او شمال كلنا متفقين انه في خطر على الاقتصاد المصري يبقى عايزين رئيس وزارة عايزين حكومة بلاش رئيس وزارة حكومة اقتصادية بالاساس يعني احنا عملنا الاستفتاء ده كلف الدولة على حسب ما نشر 100 مليون فعز الوقت اللي احنا في ده هل ما كانش ينفع وفيه تضارف في الشارع والنتيجة بتاعت الدستور يعني ما تعتبرش نتيجة توفقية على الاطلاق ما كانش ينفع انه ده يؤجل والمئة مليون دي تضخف اطار اقتصادي معين عايزين عقلية يعني تشوف الواقع المصري اللي احنا فيه والشكل السيء للاقتصاد وتعمل عملية حقنة وانقاذ سريعة دكتور كده ماهر مش معقولة مصر ما فيهاش متهيق الى بره او جوه يعني احنا عندنا كمان العقول للمهاجرة دي بعد الثورة اتوقعنا ان الناس دي اللي موجودة في جامعات العالم في كندا وفي امريكا وفي اوروبا هنستعين بخبراتهم مفيش ولا وزير من الناس دولة اللي بره طيب الشروق صفحة اولى ازنت يطيب خاطر النائب العام جئناك لتصوية النفوس ولا نسعى للنايل منك بسرعة انا مش فاهم هذا الخبر يعني هو حضرة النائب العام فيه مشكلة كبيرة فيه قرار تعيينه مع كامل احترام في شخصه فكرة انه هو يستقيل ويتراجع دي عملت له هزة في الشارع وانه يقول انه هو النائب العام بكل هذا المنصب الجليل القدير اللي له احترام وليه مكانة عامة كلمة نائب عام دي يعني لها قدر كبير عند المواطن المصري ويقول انه انا استقلت تحت اقراه اقراه ازاي ده انت النائب العام من يجرؤ على اقراه النائب العام هنا الخبر بيقول الزند يطيب خاطر النائب العام بجئناك لتصوية النفوس ولا نسعى للنايل منك هو كشخص رجل له كل الاحترام كقادي ومصرين كلهم بيقول له القضاء الخلاف زي ما قاله المستشار الزند على طريقة التعيين وزادت المشكلة على الاستقالة والتراجع عنها الشروك صفحة 3 دموع امهات شهداء مجلس الوزراء تنهمر في ذكرى الاحداث انا متعالي دموع الامهات ما بتجيش في الذكرى بس يعني دموع الامهات مستمرة امهات شهداء الثورة كلهم امهات شهداء محمد محمود وشهداء مسبير وشهداء مجلس الوزراء وشهداء موقعات الجمل عندنا جيش اصبح من امهات الشهداء والام بالذات يعني لانه ممكن اكثر حنوا ولا عطفا حسب عاطفة المرأة لكن شيء مؤلم زي ما بيقول الخبر ان ما فيش قصاص حتى بعد الاعلان الدستوري اللي صدر علشان اعادة المحاكمات كل المحاكمات اللي عيدت بعد هذا الاعلان اخروا براءة ماتى نعرف من الذي ارتكب الجرائم اثناء الثورة هذا سؤال ما هو يعني الخبر الاول اللي هو تقصي الحقائق تقصي الحقائق اسمائل المتورطين في الموقعات الجمل ستكون مفاجأة كبرى يعني المفروض ان احنا قريب فين المتورطين في مجلس الوزراء فين المتورطين في محمد محمود ممكن يكون ده بحيجر ده نتمنى ان يبقى فيه شفافية ويبقى فيه اعلان والحق يأخذ مذهب انا عندي 1 2 3 4 5 خمس اخبار هنمر عليهم سريعا بعد اذنك لان وقت يخلص الاخبار صفى 8 الدبابات انسحبت من المحيط الاتحادية والخيام دية وهدوء في التحرير نتمنى ان كمان الحواجز والاسلاك الشاكة اللي امام قصر الاتحادية تتشال انا النهاردة كنت مرر من قدام الاتحادية ولاقيت برضو لسه السد اللي هو الالمونيوم ده اوه عاوية اعنا كلنا في حياء مصر الجديدة ومدينة نصر نفسنا الخط ده يتفتح عندي جغل هناك يوم السبت وبيبقى في منطقة الكبرو بيبقى الوصول صعب لك ايه بيتكلمش على ناحية الديق في المرور الا على ناحية الشكل يعني رئيس مصر ما يعيشش تحت حاجز ده شيء مش قدام الاعلام العالمي مش كويس الشروك صفحة أولى اخلاق سبيل الشريف في قضية الكسب واستمرار حبسه في الاموال العامة طبعا كويس ان هما لسه بيفكروا الناس بقضايا الفساد دي فيه خبر يمكن ارى اهم اللي هي 47 مليون تحولت من حساب سوزان مبارك للبنك المركزي في اطار ان احنا الناس نسيت دولة الناس نسيت دولة ونسيت فسادهم فده مهم ان هو يرجع تاني للأضواء والاعلام يكتب عنه الشروك صفحة ثلاثة نقل مبارك الى مستشفى المعادي لتلقي العلاج بعد تدهور حالاته الصحية مش عارف على مبارك لان كل اللي احنا فيه ده بسببه ويمكن اقصى شيء عمله مبارك هو تجريف الوعي والعقل المصري اللي ادى بنا لهذه الحالة من الانقسام والصراع وطلع لنا جيوش من الاسف يعني الاميين والجهلاء و30 سنة بلا ثقافة حققية تصل لرجل الشارع قدتنا لهذا الجو السيء وان كان هو راجل عجوز يعني ما ينفعش نتمنى له الا التحقيق العادل فيه فقط الاهرام صفحة أولى وزارة الكهرباء انتظروا شتاء مظلما وصيفا أسود طبعا بحقيقة جريدة الاهرام لان الناس بتتهمها دايما انها اصبحت جريدة الحزب الحاكم كالعادة ولكن هذا الخبر والخبر الذي يلاقيه بتع سكوت الجنيه بيؤكد ان الجريدة يعني بتقدم الواقع الأسود على حسب العنوان انا ما عرفش ليه الكهرباء كان طبيعي في السيف اللي أحمل تقيل التكيفات والتلدات وكذا طب احنا في الشتاء يعني ايه اللي امتقل الأحمال الوقود بيروح فين الـ 15 محطة وقود مبارح مهددة بالإقاف طيب الوقود بيروح فين يعني احنا دلوقتي فين وزير الكهرباء هو الوقود بيروح فين ولا الفلوس اللي بتجيب الوقود هي اللي فين السؤالين بس الوقود بيروح فين لأن فيه أخبار ان احنا بنودي وقود للأهل والعشرة في منطقة أخرى والأخبار دي تكتبت أكتر من مرة ولما فيها أحد فالوقود بيروح فين وهنا بقول المسل المصري العظيم اللي محتاجه لبيت يحرم على الجامعة احنا ده شط والناس بتذاكر نعم أنا في منطقة مبارح مصر القديمة بنتي عندها امتحنات يوم الأسبوع الجاي نصف السنة الكهرباء قطع أكتر من ثلاث ساعات مش فاهمين لي يعني في الصيف لها مبررات نعم فين؟ مين يحاسب وزير الكهرباء؟ مين يحاسب الحكم؟ هو في عدد كبير من التصريحات من عدد كبير من المسؤولين بيقول يا جماعة ما تخافوش احنا مش على وشك افلاس ولا حاج طيب هو الأهرام دي مش جريدة معارضة والإفلاس دايما بيتبعوا بعض الخطوات فكل الناس بتؤكد انه ما فيش مشكلة وانه ما فيش اندارح كان في حالة على الاقتصاد انه هو فيه طبعا مشكلة في الاقتصاد انما مش لهذه الدرجة لكن لما وزارة الكهرباء بتقول كده ولما يبقى الأهرام بيقول برضه انه تراجع قياسي للجنيه وبدء سريان قرار العشرة الاف دولار ولما عدد كبير برضه من الأخبار اللي بتقول انه فيه حالة قلق كبيرة الاقتصاد بالذات ما ينفعش تكذب فيها الناس يعني هنا كانت هتبقى انت عايش الواقع لو جرنان بيقولك حاجة تانية يا انت رايح تشتري عايش وفيه طبور طويل جدا واقف وهو بيقولك لا الدنيا وردي والعايش متوفر وكده فهو على طول بيفقد مصدقية الأعلام فالفكرة كلها الاقتصاد ما ينفعش الكتب فيه الجنيه سعره نازل وفيه مشكلة ان فيه مصريين جالهم حالة هلع فبيحولوا فلوسهم لدولارات فحصل ان الاقبال على الدولار بيرفعهم كلا اي عملية عرض وطلب فدلوقتي احنا في مشكلة فعلا لان دي الجريدة الرسمية او اكبر جريدة بتقول كده طب ايه اللي خديته الحكومة ضد ده انه ما يحصلش يعني بيقولون نصيف اسود وشتاء مظلم يعني طب شكرا هو انا مش عارف ليه حاسس انه في كثير من التصريحات مش انا بس هو كل الشارع المصري انه يا جماعة احنا عندنا المشكلة بس دايما ما بيبقاش عندنا الحل ما هو انت يعني اللي بيتكلم بيقولش الحل ايه احنا نوين نحل مثلا كذا او كذا او كذا بشكل عاية الغريب في حكاية الكهرباء انه من فترة قالوا ان الرئيس افتتح محطتين كبار في ابو اير في اسكندرية طب دولة ايه ما نخلوش الخدمة لسه ولا افتتاح كده طب احنا احنا عايزين نفهم ما هنا الحل مش على المواطن الحل دي رؤية الحكومة ورؤية الوزراء اللي بيقبضوا ساز روبير الفارس الكاتب الصحفي شرفتنا فندم وكل سنة وحضرتك طيب للمرة التانية ونقابل حضرتك قريبا ان شاء الله هنتقابل في السنة دي ولا السنة الجاية ان شاء الله سنة جاية لسه سنة ان شاء الله شكرا جزيلا لحضرتك فاصل وراجعين حالا اشتركوا في القناة